شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاوم بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارية وذلك بشأن توفير وحدة سكانية لأسر ضحايا ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وابو موجبي البروتوكول سيقوم صندوق الاسكان الاجتماعي في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن بتوفير وحدة سكانية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي وفقا للمتاح لديه للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقود ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وذلك تأكيدا للدور الاجتماعي ولتمكينهم من شراء وحدة سكانية بأسعار مناسبة على أن يكون تعقد مستحق الوحدة السكانية محل هذا البروتوكول على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقضا على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي